طبعا في مشاهد جوية عملتها مقطع فيديو نشرته ووكالة رويترز بيتكلم على حجم الدمار اللي شافيته غزة الفيديو من فوق كده يعني منظر يعني فعلا أثر بعد عين تحولت غزة إلى أثر بعد عين تحولت غزة إلى كتلة زي ما بيقولوا فيه ووكالة رويترز قالوا إن احنا عملنا فيديو بطيارات مسيرة قدام حضرتك أهو حول غزة يعني بعد الحرب قالوا شوفنا الدمار الموجود وصفت رويترز القطاع بعد الحرب وكأنه سطح القمر نظرا لحجم الدمار الذي خلفه القصف والمباني التي سويت بالأرض أهو قدام حضرتك أهو شايفين ده شكل غزة كوم التراب مدينة الركام مدينة الأنقاض مدينة الموتى صرادق كبير مأتم كبير أهو غزة قبل وبعد شايفين يا جماعة شايفين للصورة العالم كله خليه شوف أهو غزة أهو غزة أهو البنية التحتية أهو الإسكان أهو بيوت الناس شايفين كومة من التراب كومة من الركام يا ترى كم واحد تحت الأنقاض مش عارفين ينقذوه يا ترى فيه كم طفل تحت هذه الأنقاض وكم شيخ وكم امرأة كم ضحية أهو غزة يا جماعة اللي مكنش شافي يشوف اللي مكنش عارف يعرف هذه هي مدينة غزة سيزجر التاريخ أن هنا كانت مدينة تسمى غزة هذه الصورة قبل وأهو الصورة بعد هذه غزة وأهل غزة والضمار اللي شافته مدينة غزة مندوب فلسطين بالأم المتحدة قال رياض منصور قال إنه فيه 15 ألف فلسطين استشهدوا في غزة فيه 15 ألف 15 ألف مواطن فلسطيني استشهد في هذه المعركة اللي نتيجتها زي ما انتوا شايفين الركام بيصل إلى يعني أرقام قياسية غير مسبوقة ترجمة نانسي قنقر